سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي ترين وأرجو إذا أنت تأقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيان ودم والأذى كل حين يزيد فقال قلت في الآية لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رغب في التوبة وفتح لعباده باب الأوبة ومن عليهم بقبول الرجوع إليه قبل انصرام الآجال وحلول هادم الآمال نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على خير التوابين وسيد الأوابين وعلى آله وأصحابه العابدين الزاهدين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحباب الكرام إن الله سبحانه وتعالى خلق النفوس على حب الطهر والخير والفضيلة والجمال وهيأها لتستقبل ما يكملها ويزينها من خير الخلال وإن الله صلت على بني آدم شياطين يزينون لهم الانحراف على نهج الفطرة ويوردونهم المهالك المردية ولضعف الإنسان يستجيب لهذه الدعوات قال تعالى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يامر بالفحشاء والمنكر وينضم للشيطان الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء والهوى قال أحد الصالحين إني بليت بأربع ما سلطوا علي إلا لجلب مشقة وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي وكلما مال الإنسان عن الفطرة السوية والشريعة البهية ضاقت عليه الأرض بما رهبت وانهالت عليه صنوف الاكتئاب وعلاه الضنك ونفرت منه السعادة ولم يجد طعما لحياته قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى فالذنوب أحبتي سرعان ما تنقضي لذاتها ومتعتها وتبقى حسراتها وتبعاتها تفنى اللذات ممن نال صنوفها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سرء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار ومما يعين على ترك الذنوب وطريق السوء أن نلاحظ العاقبة إن لم نلاحظها في أنفسنا فلنلاحظها في غيرنا فرب شهوة ساعة أو رفت حزنا طويلة إذ لابد من الموازنة بين اللذة العابرة وبين الألم المديد سنعيش أحبتي رحلة بدايتها أننا في هذا الكون ونهايتها طائعين لا كارهين سنرحل إلى الله عز وجل لملاقاته وبين البداية والنهاية قصتنا في هذه الرحلة لابد من المحافظة على قيمنا وأخلاقنا وعفتنا وديننا لكن إذا سقط الإنسان في بيداء الضياع قطع للأرحام عقوق للآباء غيبة مظالم قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم هنا تأتي رحمة الله الحكيم الرؤوف الرحيم الذي فتح لعباده أبواب التوبة ودلهم على الاستغفار وجعل لهم من أعمالهم الصالحة كفارات وفي ابتلاءاتهم مكفرات بل إنه سبحانه بفضله وكرمه يبدل سيئات التائبين حسنات يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم كولوا في حديث آخر يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم لذلك فمن ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء فكم من عبد كان مسرفا على نفسه بالمعاصي بعيدا عن طاعة الله فمن الله عليه بتوبة محت عنه كل ما سلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فكم من سائب سكب الدموع واستغفر الله على ما فرط في حق الله وتاب من الصغائر واللمم وعن كبائر الإثم والمعاصي ومن منا ليست له عثرة وزله فصغائر الذنوب تتعاظم حتى تصبح مهلكة دون أن يلقي لها صاحبها بالا وقد يتفاخر بعدم ارتكابه الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها أهلكته وقال أنس بن مالك رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في آيونكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات فالذنوب أحبابي ولو كانت تغيره إذا أغرق العبد في لججها وأهوالها ربما ختم على قلبه فأهلك نفسه فلا ينبغي نظر لصغر المعصية بل لعظام من عصى قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فحذاري من طول الأمل ونظرة الشباب والصحة وظهرة النعيم والتسويف التوبة والتوبة أحبابي مشروطة بشروط نؤجل الكلام عنها إلى مجلس آخر دمتم في رعاية الله تائبين طائغين وإلى الملتقى بإذنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة